اهلا بكم هل الازمة التي تعانيها تونس الى مزيد من التصاعد ام ان كلام حركة النهضة عن الاستعداد لتشكيل حكومة وطنية قد يخفف من حدتها علما ان رئيس الوزراء علي العريض كان قد اكد امسا ان الحكومة ستواصل مهامها مع التركيز على ثلاث قضايا اساسية ضرورة الانتهاء من الدستور قبل شهر اغسطس اهب تحديد موعد للانتخابات في ديسمبر المقبل وفتح حوار مع كافة القوى والاحزاب الكلام لم يرق للمعارضة التي تؤكد بدورها ان انقاذ الوضع لا يتم الا بحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة انقاذ وطني تزامن ذلك مع تطور امني لافت برز في الساعات الاخيرة تمثل في مقتل تسعة عسكريين تونسيين واصابة اربعة اخرين في استباكات مع مجموعات ارهابية حسب ما سماها البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية معلنا الحدادة ثلاثة ايام الكلام عن الوضع الامني كان قد اخذ نصيبا وافرا من تصريحات العريض بالامس التي اكد فيها ان اداء الوحدات والقوى الامنية قد تحسن كثيرا قائلا ان الانتصار على الارهاب مسار ومثابرة ولا مزايدة فيه الى اين تتجه الامور في تونس هل هناك تجاه حقيقي لاعلان حكومة وطنية وهل تكر سبحة الانسحابات من المجلس التأسيسي خاصة بعد ان طالت حزب التكتل المشارك في الترويكا الحاكمة نناقش هذا الموضوع في حوار الساعة لهذه الليلة مع سيد الحبيب بريبجي عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة وسيد خالد شوكات عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس اهلا بكم ابدأ معك سيد الحبيب كلام ايجابي لغاية اللحظة عن استعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية من قبل حركة النهضة لو نتوقف عنده قليلا كيف يمكن ترجمته ومتى بسم الله الرحمن الرحيم اولا نترحم على زمين المرحوم محمد البراهمي التي نالته ادى الغدر وكذلك نترحم على شهداء الوطن شهداء جيشنا البواسل ونسأل الله ان يتغمدهم برحمته الواسعة بخصوص سؤالك نحن كنا دائما منفتحين على كافة القوى السياسية وهذا ما طلبنا به بعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 ان تكون حكومة منفتحة على كافة القوى السياسية حتى نتحمل هذه الفترة الانتقالية جميعا ونصل بتونس الى بر الامان الى مؤسسات دائمة تتحمل المسئولية باكثر دقة وباكثر انفتاح ولكن لم يكن هذا الكلام نفسه بالامس على لسان رئيس الوزراء علي العريد لم يأتي على ذكر حكومة وحدة وطنية هو بالفعل مد اليد لكل القوى والاحزاب السياسية للحوار وقال انه نحن منفتحون على كل المقترحات ولكن لم يأتي على ذكر الحكومة امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية وكأنه تم استدراك الامر اليوم لألا تأولى الامور الى ما لا تحمد عطاق به المتتبع لخطاب السيد الرئيس الحكومة والمتتبع لخطاب حركة النهضة طوال هذه السنة والنصف انها كانت دائما منفتحة على القوى السياسية ماذا نعني بحكومة وحدة وطنية ان يشارك فيها الجميع وحتى تستطيع ان تجد بعض الحلول لبعض المشاكل المتواجدة في هذه الفترة الحارجة من تاريخ بلادنا لذلك نحن دائما منفتحون ودائما نطالب بالتكاتف في هذه الفترة الانتقالية حتى يعني كل شخص كل مؤسسة كانت مدنية كانت او سياسية انها تتحمل مسؤوليتها في بناء تاريخ تونس الحديث وبناء الجمهورية الثانية ان شاء الله سيد خالد وانت معنا عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس ما رأيكم بهذا الكلام وبكل ما صدر عن المسؤولين بحركة النهضة لغاية الان وبالتحديد عن رئيس الحكومة بالامس علي العريض بالنسبة لنا خطاب السيد علي العريض كان خطابا غريبا وصادما للقوى الوطنية والقوى الديمقراطية بدا فيه السيد علي العريض وكانه يعيش في بلد اخر غير بلد الذي نعيش فيه يتحدث عن انجازات اقتصادية واجتماعية وامنية في حين ان الواقع يقول ان البلد على حافة الهاوية او على حافة الانهيار يعني المواطن التونسي يعيش ازمة اقتصادية واجتماعية طاحنة غير مسبوقة البلد يكاد يسقط بين ايدي الجماعات الدينية المتطرفة الحزب الحاكم يعيش في عالمه الافتراضي في الحقيقة ولا يسمع الا نفسه وصدا حلفائه المقربين جدا لانه في الحقيقة الجميع تقريبا يكاد يكون مجمع داخل القوى الوطنية والديمقراطية المطالبة بالتزام الحكومة باهداف الثورة تكاد هذه القوى يعني تجمع على ان تجربة حركة النهضة مع الحوار هي تجربة فاشلة هم ما فتئوا يتحدثون عن الحوار فعلا لكنهم على مستوى التطبيق تجربهم كانت فاشلة بامتياز بحيث عمقت ازمة الثقة التي بينهم وبين المجتمع السياسي التي شهدت ثورات وحركات وتغييرات في الآوينة الاخيرة وهذا شيء طبيعي يعني ان كنا نتحدث عن تدهور اقتصادي نحن امام ثورة وهذا يعني تغيير كبير في بنية المجتمع بكامل وان كنا نتحدث عن بعض الجماعات المتشددة هذا حصل ايضا وبعض الفلتان الامني هذا حصل ايضا بمصر وبغير مصر لماذا كل هذا التصويب دائما على حركة النهضة وهي الان تمد يدها لكل الافريقاء والقوى السياسية لا طبعا ما يحدث في دول اخرى هو في حقيقة الامر لا يلزمنا كثيرا رغم تشابه الاوضاع في البلاد العربية ولكن نحن نعتقد انه في تونس لها خصوصية تونس بلد يفترض انه يعني قطع اشواطا على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما كان ينقصه هو ان نتجه خطوات اكثر نحو تعزيز الديمقراطية نحو تعزيز التنمية على مستوى الجهات المحرومة التي قامت بالثورة والتي ما تزال تقريبا والثورة تكاد تحتفل بعيدها الثالث لم يتحقق فيها اي تغيير سيدي بوزيد ما تزال تشعر بالحرمان القسرين ما تزال تشعر بالحرمان سليانا ما تزال تشعر بالحرمان قفصة ما تزال تشعر بالحرمان كل الجهات الثائرة التي اوصلت حركة النهضة الى الحكم تشعر بغبن كبير وتشعر بان ثورتها قد سرقت منها الانكى من ذلك ان الاخوة في حركة النهضة في الحقيقة وهم يدركون أنهم آتون من حركة إسلامية لديها الكثير من المشاكل السياسية والإديولوجية لديها أصلا أزمة ثيقة مع القوى الوطنية والديمقراطية كانوا ينتظرون من هذه الحركة عندما تتسلم الحكم أن تجسر الهوى وأن تمد يدها بإخلاص وبثيقة لبناء الديمقراطية ما وجدته القوى الوطنية وشهد عليه الشعب التونسي أن الحركة وكأنها انهمكت بعد نصر انتخابي محدود في أخوانة الدولة أي في جعل الدولة وكأنها مشروع وهذا مصطلح جديد في الواقع أيضا مقتبس عن الكثير من المصطلحات التي تابعناها في مصر يعني منذ فترة وجيزة ونحن نسمع عن أخوانة الدولة في تونس سيد البريبجي طبعا لك حق الرد بالأمس كان حديث مطول لسيد علي العريض عن الإرهاب وتحسن أداء القوى الأمنية والوحدات الأمنية في محاربة الإرهاب اليوم صدمنا في الواقع بالأمس بمقتل تسعة عسكريين تونسيين على الحدود مع الجزائر بمنطقة جبل الشعامبي تحديدا أين يمكن الحديث عن تحسن أداء القوى الأمنية هنا؟ كان يبدو كأنه فقط لطمأنة الشارع ليس أكثر المواطن البسيط في تونس يلاحظ تحسن الأمن بصفة جيدة بش ما نقولش حسنة أكثر من ذلك لكن هذه أتت ضربة في الأيام الأولى باغتيال المرحوم زميننا محمد البراهمي ثم بهذا الكمين لجيشنا الوطني هذا ما يعنيش أن البلاد في الحالة الأمنية متدهرة الحالة الأمنية أكبر دليل على ذلك أن في جوان كانت أعلى نسبة من السواح في تاريخ تونس في شهر جوان هذا يحصل بعد الثورة يعني الوضع الاقتصادي ليس بالكارثة وليس بالسوداوي كما يحبوا يسجلوه بعض الزملاء السياسيين لذلك لننظر إلى هذا الوضع بأكثر تفائل ولنحاول أن نبني مستقبل تونس معا أنا أستغرب من القوى السياسية في كافة الديمقراطيات في كافة الدول الديمقراطية عندما يصيب البلاد جلل يعني تتكاتف الجهود كاملة حتى ننجو بهذه المرحلة المرحلة ليست كارثية صح أن الوضع الأمني يخذي ضربتين في وضع حرج لكن اليوم هذية فرصة باش يعني نقفوا مع بعضنا حتى أنه نعزوا الوضع الأمني في البلاد نعزوا الوضع الاقتصادي وحتى ما يكون مشكلة شخص يعني يتكلم باسم الشعب باسم الشعب الشعب كذا الشعب قال كلمته في 23 أكتوبر ولنترك الشعب يقول كلمته مرة أخرى في أقرب فرصة بالحديث عن الشعب من هنا لآخر السنة نعم بالحديث عن الشعب ويعني ضرورة أن يقول كلمته كان أيضا هناك حديث عن استفتاء لما سيد علي العريض إلى إمكانية أن يستفتاء الشعب على المسار الديمقراطي في تونس هل حركة النهضة اليوم لديها الاستعداد لأن تستفتي الشعب على الوضع السياسي والأمني بمجمله بتونس وأنا فقط هنا أذكر قبل أن تتفضل ولا تجيبني عن السؤال أنه في أحد المراكز البريطانية بآخر استطلاع للرأي له بتونس أكد أن شعبية الحركة تراجعت إلى 12% فقط من المستطلع آراؤهم أنا أبدأ بالسؤال الأخير إذا كاننا في 23 أكتوبر قالوا حركة النهضة لن تفوت 15% والعشرين في المئة اليوم يقولون إلى 12% وثمان يقول 28% وإذا كان الفونكسيون تحم سمحني لنيير ننتظر ماذا سيقول الشعب وما هو الصندوق تركني أقول أن حركة النهضة دائما ترجع إلى الشعب ولا نخاف الصندوق وسنرضى وسنحترم بكل ما يقرره شعبنا فلنترك القرار للشعب ونخلوها الناس اللي تتكلم باسم الشعب والشعب كذا وكذا خلي الصندوق هو اللي يتكلم واللي يعطيه الشعب مرحبا به أين الضير والضرر بكل هذا الكلام سيد خالد إذا كانت حركة النهضة أولا تدعو إلى حكومة وفاق وطني أو حكومة وطنية وأبدأ استعدادها لذلك ثانيا هي مستعدة لأي استفتاء شعبي والانتخابات على الأبواب بكل الأحوال إذن ما المشكلة في ذلك؟ أولا هناك تصوير بأنه نحن ضد صندوق الاقتراع أو ضد الانتخابات وأنهم هم من جاءوا بصندوق الاقتراع ويحثون على أن تكون الكلمة للشعب من خلال صندوق الاقتراع أنا أقول أن كل المعارضة الوطنية والديمقراطية تطالب بأن تكون السيادة للشعب وتطالب بأن يمكن الشعب من الإدلاء برأيه عبر صندوق الاقتراع واختيار حكامي عبر صندوق الاقتراع ولكن نحن أمام مشكلة كبيرة وهي أنه لا يمكن السير إلى انتخابات في ظل ظروف أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية غير موائمة العملية الانتخابية ليست مجرد عملية تقنية إنما يجب أن تتوفر لها الظروف المناسبة لكي تكون انتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية ومعترف بها وتعزز من الشراكة الوطنية ومن الوحدة الوطنية الأخوة في حركة النهضة يريدون السير بناء إلى انتخابات في ظل شكوك كبيرة مبنية على وقاء عملية من بينها عمل للأخوة في حركة النهضة على السيطرة على السيطرة على الواقع على الأرض من خلال فرض ولاتس يعني محافظين للولايات للمحافظات التونسية موالين لهم من خلال أيضا فرض معتمدين يعني قائم مقام كما تقولون أنتم في المشرق أو قضاء أقضية يعني المسؤولين عن الأقضية نعم نسميهم نحن في تونس المعتمدين موالين لحركة النهضة يعني في ظل إدارة للمؤسسات الدولة مهيما عليها من قبل حركة النهضة لا يمكن أن ننظم انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ولكن أيضا السيد علي العريض اسمح لي سيد خالد أجاب عن هذا التساؤل وهذه الشكوك لدى المعارضة ولديكم في حركة نداء تونس أنه نحن مستعدون لأن يشهد على هذه الانتخابات مراقبون من كل أنحاء العالم يعني تكون انتخابات شفافة ونزيهة وهذا يفترض أن يلقى يعني أعجاب الجميع لا شوف نحن لدينا خبرة في مجال الانتخابات التي تجري في العالم الثالث وكما يعلم الجميع أن الرئيس السابق بن علي والرئيس مبارك والرئيس علي عبدالله صالح كلهم هؤلاء الرؤساء كانوا أيضا يفتحون المجال لمراقبين دوليين من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي ومن الاتحاد الأفريقي وعمليات تزوير الانتخابات تطورت لم تعد تلك العملية البسيطة الساذجة التي تؤدي عادة إلى 99% نحن نتحدث عن الإمكانيات اللوجستية للدولة نحن نتحدث عن عناصر مهمة ومؤثرة على الأرض على الواقع التونسي وهي عناصر لا يصعب على المراقب الدولي مهما أوتي من قوة ومن حكمة ومن كثرة على الأرض أن يدركها أو أن يدرك الإعوجاج والنقاط الضعف فيها وبالتالي نحن نقول اسمحيلي بس بإيجاز أقول أن هذا الشرط غير متوفر لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية كذلك لو ذهبنا إلى انتخابات في ظل هذا الانقسام وهذا التجاذب في ظل أيضا ما يسمى برابطات حماية الثورة وهي ميليشيات موالية لحركة النهضة ترهب القوى الوطنية والديمقراطية نحن في حزب نداء تونس نتعرض إلى هذه الهرسلة أو إلى هجومات مثل هذه الروابط في تنظيمنا لاجتماعاتنا في كل أنحاء الجمهورية نحن لا نستطيع أن ننظم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في ظل هيمنة الميليشيات التابعة للحزب الحاكم على أرض الواقع وقد رفضت حركة النهضة إلى اليوم حل مثل هذه الميليشيات رغم أن كل القوات الديمقراطية والنقبية والمجتمع المدني دعا إلى حل مثل هذه الميليشيات كيف يمكن الحديث عن ميليشيات؟ وسيد بيبجي ربما يرد على هذا السؤال عن أي ميليشيات نحن نتحدث لو نوضح الصورة أكثر سيد بيبجي؟ أولا بريبش اسمي حبيب بريبش نعم شكرا للمجلس الوطني التأسيسي عن حزب حركة النهضة نعم جمعيات وطنية تنشط على الساحة بقانون منظم للجمعيات ونحن ندعو القضاء أنه قضاء مستقل والقضاء هو الذي يقول كلمة في هذه الجمعات موالية للنهضة؟ جمعيات موالية للنهضة؟ ليست 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 موالية للنهضة فيها كافة الأشكال المدنية الموجودة في المجتمع التونسي ونعرفوها حماية الثورة وشكو اللي موجود فيها وشكو اللي متوجد فيها نرجع بالله لبعض النقاط أحنا بما أن ما نخافوش من انتخابات حرة نزيها نرجع للشعب اللي يقول كلمته أحنا في 23 أكتوبر رغم أن القوى السياسية اللي كانت مسيطرة على البلاد كانت قوى يعني باش نستعملش لفظة آخر أنا على خطر البلاد تمر بفترة حارجة لازم تتكاتف فيها لكيفة الجهود قوى منافسة للنهضة وراضينا بأن نمر إلى صناديق الاقتراع واللي يقوله شعب هذا اللي نرضو به أنا اللي يقوله اليوم أنا ثم فرصة مرة أخرى لانتقال إلى مؤسسات دائمة يقول فيها الشعب كلمته لأنه اليوم ثم أعضاء في المجلس الوطني التأسيسي ما تحصلوش على ألفين صوت ويتكلموا باسم الشعب وثم أعضاء تحصلوا على خمسة وتسعين ألف صوت لذلك الناس الكل اليوم تتكلم باسم الشعب ومعادش عارفين الشعب ماذا يريدهم وين يمثل الشعب لذلك الحل الوحيد اليوم أنه نقصروا هالفترة الانتقالية هذه ونمروا إلى انتخابات حرة نزيها ثانيا لدارة لدارة رهيم وحيدة ويقول للأخ الولاد كل من حركة النهضة هذا جانب الحقيقة يعني الشعب التونسي يعرف الولادة 24 وال25 من الجهد أنه يعرف كل والي شنو خلفيته السياسية ومن أي مجتمع مدني ولا مجتمع سياسي أتى في نقطة الانتخابات تحديدا إجرائيا وتقنيا وبظل الانقسام السياسي الحاصل بتونس هل يمكن ضمان سير العملية الانتخابية في ظل هذه الأجواء المحتقنة أحنا لازم ننهد الأجواء متفقا ننهد الأجواء ثم هيئة عليا مستقلة للانتخابات للمجلس الوطن لتأسيسي اختار ثمانية على تسعة أعظامة زال عضو فقط وننأسو الهيئة هذه والهيئة هذه هي اللي باشتشرف على الانتخابات يعني الأزمنة مرت يعني الأخي قارن بنظام مبارك ولا بنظام بنعلي ولا بنظام صالح هذا عهد ولا ثم هيئة مستقلة هي اللي باشتشرف على الانتخابات وستكون حرة ونزيهة يعني اليوم من نجموش نقوله أنه في الوضع باش يكون حزب حاكم اليوم النهضة غدوة من نشعار في الحزب الجمهوري بعد غدوة تكتل لكن باش تكون ثم حزب في السلطة ويقع اللجوء إلى انتخابات يعني الانتخابات القادمة باشتليها انتخابات أخرى ونحن ندعو التدول السلمي على السلطة لذلك لازمنا نبنو ثيقة في المؤسسات لباش تشرف على الانتخابات هذه حتى أنا يرضى بيها الجميع وتقبل النهضة بأي نتيجة يقولها الشعب يعني حتى لو كانت خسارتها السلطة أنا قلت لك أختي أنه من البداية نحن لا نخاف الصندوق وسنرضى وسنحترم اختيار شعبنا أحنا منش باش نعملو كيلي في 23 أكتوبر قالوا الشعب هذا ما يفهمش اختار النهضة نحن سنحيي اختيار شعبنا مهما كان الاختيار ما البديل سيد خالد شوكات اليوم عن ما يطرحه المسؤولون بحركة النهضة يعني لغاية اللحظة هو كلام تهدوي جدا وكلام تصالحي جدا ومديد للجميع هل هناك بديل غير بعض الفوضى ربما أو مزيد من الفوضى بتونس ليس صحيحا القوى الوطنية والديمقراطية في تونس أحرص ما يكون على أن لا تسير البلاد إلى الفوضى والمتسبب في الفوضى في الحقيقة هذه الفوضى التي نعيش بعض ملامحها هي سياسات الخاطئة والمصرع على السير في طريق الخطأ التي يعني صارت فيها للأسف الشديد حركة النهضة خلال ما يقارب السنتين الماضيتين يعني بلدنا يكاد يسلم إلى الجماعات الإرهابية المتطرفة يكاد تنشط فيها عشرات بالمئات الخلايا النائمة تنشط فيها روابط حماية الثورة تبشر بالعنف وتبشر بإرهاب المثقفين والفنانين ويعني أن نخبل السياسية إلى غير ذلك ولكن حركة النهضة للسلطة وعلى رأسها حركة النهضة تحارب الإرهاب وأعلنت عن ذلك أكثر من مرة وبالمؤتمر الصحفي لسيد علي العريض خصص جزء كبير جدا للحديث عن الإرهاب وضرورة تكاتف الشعب التونسي لمحاربة الإرهاب الوحدة الوطنية يجب أن تتوفر لها شروط لكي تستطيع محاربة الإرهاب ومحاربة الإرهاب ليس عملية عسكرية أو أمنية فقط إنما الإرهاب قبل أن يصعد إلى الجبال في شكل كتائب موت تذبح جنودنا الذين يحرسون حدودنا هو فكر وهو ثقافة تجد الآن مساحات كبيرة في ظل غذ ترفع الأقل السلطات هناك خطاب تبشيري بالتكفير وبالموت وبالعنف يقال في المساجد هناك عملية غسل هناك جماعات وجمعيات وتنظيمات تتلقى دعما خياليا من قبل جهاد دولية حتى تغسل أدمغة شبابنا هناك جو سياسي يقف على رأس حزب حاكم يقول رئيسه أن هذه الجماعات التكفيرية وهذه الجماعات المتطرفة وهذه الجماعات المنغلقة تذكره بشبابه وأنه يجب وهناك سد آذان على صرخات فزع حتى رأينا الدماء تسيل على الإسفلت دماء الشهيد البرامي ودماء الشهيد شكري بالعيد أشياء غير مسبوقة لم يعشها المجتمع التونسي في حياته منذ أن اغتالت فرنسا الزعيم فرحات حشاد سنة 1952 والزعيم الهادي شاكر فهذه هي أجواءنا سيدتي التي يريد الإخوة في حركة النهضة أن يأخذونا في ظلها إلى ما يسمى بالانتخابات نحن طلاب انتخابات وطلاب مؤسسات شرعية لكن يجب توفير الشروط الموضوعية لكي يعبر هذا الشعب عن نفسه المجلس الوطني التأسيسي للأسف شديد كانت تجربته تجربة مريرة سنتحدث عن المجلس الوطني التأسيسي بعد هذا الفاصل القصير اسمحا لي ضيفين السيد الحبيب ريبج وحضرتك عن حركة النهضة نائف المجلس التأسيسي وأيضا خالد شوكات الممثل حزب نداء تونس عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس فاصل قصير ثم نعود بعده لمتابعة حوار السعب أهلا بكم الجديد مشاهدين إلى حوار الساعة عود إلى ضيفين من تونس سيد خالد شوكات حزب نداء تونس وأحزاب أخرى في الواقع انسحبت من المجلس التأسيسي وأنتم أصلا تطالبون وربما كنتم أول من طالب بحل المجلس التأسيسي لماذا؟ ما الفائدة اليوم من حل المجلس التأسيسي؟ نحن قلنا أن المجلس التأسيسي أتى في إطار خيار ثوري أجمعت عليه القوى السياسية التونسية بعد الثورة وكان هناك التزام أخلاقي والتزام سياسي من قبل كل القوى بما فيها حركة النهضة بأن لا يستمر تستمر مدة العمل داخل هذا المجلس سنة وأن تكون الوظيفة الأساسية والرئيسية لهذا المجلس هو صياغة دستور يضمن مؤسسات حكم دائمة للبلاد ويحقق عملية انتقال ديمقراطي هذا المجلس في الحقيقة أفرغ من محتواه وأصبح وسيلة لاستلاء حزب يعني ظهر للقوى السياسية وكأنه يحمل مشروعا شموليا أحاديا للهلمنة على الحكم والهلمنة على الدولة كل القوى ممثلة بالنهاية بالمجلس التأسيسي ولكل الحق بإبداء رأيه واليوم نحن نتحدث عن ضرورة حله ما الذي يمكن أن يؤدي إليه غير الفوضى لا 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 هذا ليس صحيحا يعني المجلس الوطني التأسيسي انتخبا لكي يضع لهذه البلاد دستورا إلى حد الآن فشل الدستور يفترض أن يبت فيه خلال أيام وأنتم استمعتم إلى ما قاله رئيس الحكومة قبل شهر أغسط سؤوت المقبل نحن نتحدث عن أيام ويفترض البت بالدستور هذا خطاب جديد أن المجلس الوطني التأسيسي أنجز تسعين بالمئة من عمله ولم يبقى إلا العشرة بالمئة هذه العشرة بالمئة التي يتحدث عنها قد تأخذ بحسب تجربتنا مع العمل الذي شهده الشعب التونس الكل عبر الشاشات وعبر الصحف وعبر وسائل الإعلام هذه العشرة بالمئة قد تستغرق ثلاثة أو أربع أو خمس سنوات الشرعية في المنطق الديمقراطي ليست شرعية أبدية هذه ليست بيعة على الطريقة الإسلامية التقليدية القديمة عندما كان يبايع أمير المؤمنين إلى آخر العمر إلى ما لا نهاية هذه بيعة مشروطة تعرفون أنه في الجمهورية الإسلامية في إيران كانت هناك ثورة في 1988 سميت ثورة المشروطة أو المشروطية يعني الآن أصبحت المواثيق والعهود التي بين المواطنين وبين الطبقة السياسية هي مواثيق مشروطة محددة في المهمة الوظيفة ومحددة في الزمن أيضا هذا المجلس الوطني التأسيسي آلية توافق عليها التونسيون حتى تنجز دستورا في ظرف سنة لم تفعل هذا الأمر ولا نظنها أنها ستفعل اقترحنا حلا نحن حزب لحظة واحدة ما الحل؟ نحن حزب وطني ديمقراطي مسؤول طرحنا الحل عندما نقول أن هذه الألية هي ألية فاشلة طرحنا الحل البديل هو أن توكل مهمة كتابة الدستور أو استكمال ما تم من عمل إلى هيئة خبراء لدينا في تونس مجموعة من خبراء القانون الدستوري المشهود بكفاءتهم يستطيعون أن ينجزوا هذا العمل في ظرف أيام معدودة ثم يحالوا هذا العمل على الشعب لكي يستفت عليه مثل ما هي السنة في مختلف المجتمعات تسمحني أن أحيل هذه النقطة إلى السيد الحبيب لو سمحت سيد الحبيب لماذا لم هل يعني عرض عليكم بشكل رسمي ما تفضل به السيد خالد أنه لجنة خبراء من القانونيين تصيغ الدستور لألا يفهم أن حركة النهضة تهيمن على المشهد الدستوري بشكل عام؟ خلينا نكون الأمبيلوجيك في كلامنا نحن نقول أننا لا نخافوش الصندوق ونحب أن نرجع للشعب هذا وبعد تاني نقول لجنة خبراء ثوار تونس في القصبة واحد والقصبة الثلين هم اللي فرضوا كحل آني هو اختيار المجلس الوطني التأسيسي ورفضوا الحلول الأخرى المجلس الوطني التأسيسي أختي الكريمة أنه من 8 جولي 2012 المسودة الأولى كانت حاضرة ونسبة الحضور داخل الجلسات العامة يعرفها شعبنا وداخل اللي جاني اليوم بدت متوفرة على المواقع الاجتماعية ولماذا لم يعلن عن ولادة الدستور؟ مدام المسودة كانت حاضرة منذ ذلك التاريخة نحن نتحدث عن سنة بالكامل ثم بعض النقاط الخلافية والتي كل مرة تمطت نحن في حركة النهضة خلينا نقولها بكل وضوح خايفين أنهم ثم قوة سياسية اليوم خايفهم الصندوق ما تحبش توصل إلى انتخابات حرة نزيهة لذلك نحن ندفع فيها ثم بعض النقاط الخلافية صار حوار وطني شامل في رئاسة الجمهورية في رئاسة الحكومة في الاتحاد العام التونسي للشغل ووقع التوافق على العديد من النقاط عندما رجعت المجلس الوطني التأسيسي حتى نمر إلى قراءة أولى للدستور في ثمانية جوليا ووقع اقتراح ولمناقشة نفس النقاط مرة أخرى مرة أخرى حركة النهضة سعي منها للتوافق لأنه لا يؤقل أن تسير حركة تونس بما تعتقد به دون أن تستشير أو دون أن تأخذ بآراء الباقين عندما نتحدث عن العلاقة بين الدين والدولة هذا خلاف جوهري عندما نتحدث عن المستوات والفريات هذا خلاف جوهري ومن حق كل القوى أن تناقش هذا يتفتحنا على كافة القوى السياسية والمدنية واسمع لنا في المجلس الوطني التأسيسي وعايتنا للخبراء وأخذنا كامل التوافقات حول هذه المسائل الحرية نحن دعاة حرية في حركة النهضة قلنا لهم نضمن حرية الجميع حريتي وحرية غيري يعني التحديد المتاح الوحيد هو أن عندما تبدأ حرية الآخر لذلك وصل التوافقات في كافة المراحل اليوم خرجت بعض النقاط الخلافية الأخرى مرة أخرى حركة النهضة ليس ضعفا منها ولكن سعيا منها لإيجاد التوافق قلنا لهم نشوفوا النقاط هذه ومشينا للتوافقات في أكثرية النقاط هذه وهذا كعلاش أحنا ندعو أنه إلى التعجيل في غلق ملف هذه النقاط الخلافية داخل المجلس الوطني التأسيسي حول الدستور لننتهي من الدستور خلال شهر أوت بداية سبتمبر لننتهي من تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الأيام القادمة من يعرق الحل هذه الخلافات سيد بريبس؟ حل الخلافات هذه لازمها قلت لك ما زالت بعض النقاط الخلافية القليلة ووقع إحداث لجنة توافقية داخل المجلس الوطني التأسيسي حتى تسعى لفيها كافة القوى السياسية باختلاف أطيافها حتى نجد توافقات حول النقاط هذه لنمر إلى قراءة أولى للدستور في أقرب وقت إن شاء الله هل لدى حركة النهضة بشكل خاصنية لإشراك أحزاب وقوى سياسية أخرى بطروك الحاكمة حاليا؟ نحن كما قلت منذ 23 أكتوبر 2011 نحن منفتحون على كافة القوى السياسية نحن في تونس نقول نهز على القفة مع بعضنا من أول وهلة كنا منفتحين على كافة القوى السياسية وإلى حد اليوم هذا نحن نقول لازم نبنوا للمستقبل هذا كلام عام معلش سيد الحبيب هذا كلام عام جدا لا لا أختي الكريمة هل أنتم ترحبون بتوسيع الترويكا لتشمل أحزاب وقوى أخرى؟ نحن بكلمة قصيرة جدا نحن نرحب بذلك عظيم وهذا أبلغ جواب سيد خالد شوكات فيه اعتراض على الكلام سيد الحبيب؟ لا نحن لا نرحب بذلك نحن نعتقد بأن لا ترحبون بتوسيع الترويكا لا 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 نرحب نحن رفضنا مثل هذا الحل في السابق أكثر من مرة نحن نعتقد أن الحل الأمثل لتونس اليوم في ظل حالة الانقسام والتجاذب السياسي غير المسبوق الذي قادت إليه سياسات الحزب الحاكم نحن نعتقد أن الحل الأمثل لإنقاذ بلادنا من هذه الأزمات متعددة الأبعاد ومتعددة المجالات تكمن في حكومة إنقاذ وطني حكومة كفاءات وطنية يترأسها شخصية مستقلة ويشغل عضويتها مجموعة من الوزراء الذين يوقعون مسبقا على أنهم لن يشاركوا في الانتخابات يشرف تقود أو تتولى هذه الحكومة حكومة الإنقاذ الوطني التصدي لثلاث مهام رئيسية وأساسية وعاجلة في المدى الذي يمكن أن ننظم فيه انتخابات بمقاييس دولية جيدة وهي مدة يجب أن لا تقل عن ستة أشهر وفي المدى الأقصى ثمانية أشهر حكومة الإنقاذ الوطني تتولى أولاً إعداد البلاد تشريعياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ثانياً التحدي الإرهاب الذي هو التحدي الأول والأساسي والرئيسي تجهز أو تشرف على عملية تجهيز وحداتنا الأمنية وتزود جيشنا الوطني بالإمكانيات اللازمة وتحقق الوحدة الوطنية لكي نجابه جميعاً الجماعات الإرهابية المتطرفة ومشروحة الذي يسعى إلى إسقاط هذا البلد الآمن في فخ العنف والدموية والمهمة الثالثة التي تتولاها حكومة الإنقاذ الوطني هي انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من سوء الإدارة الشامل والعام الذي قادت إليه هذه الحكومة التي أثبتت التجارب والوقاع أن أعضاءها في غالبيتهم لا يتوفرون على الكفاءة وعلى الخبرة ويجعلوا أو وصلوا بهيبة الدولة التونسية وبهيبة مؤسساتها إلى الحضيظ نحن في تونس الحقيقة نعيش وضع غير مسبوق من حيث شعور الناس شعور المواطنين بالخوف على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم نحن نكاد نضيع بلدا كان نموذجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الرفاه العام على مستوى الوطن العربي وإفريقيا بدل أن نكمل العنصر المفقود وهو الديمقراطية وجدنا أنفسنا طيلة السنتين الماضيتين نتراجع ونتقهقر إلى الوراء هذا ثمن الثورة سيد خالد ربما وهذا التطور الطبيعي للمسار الأحداث أو البلاد التي شهدت كل هذه التغييرات أنا لا أريد أن ندور بنفس الحلقة ونكرر نفس الكلام اليوم هناك دعوات أو استعداد أو ترحيب من قبل حركة النهضة لما تتفضل به أن نحن مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية وبعدين لكل حادث حديث أين المشكل في ذلك؟ هذا مطلب يمكن أن يتحقق على لسان مسؤولي النهضة كما يقولون هناك اختلاف في مفهوم حكومة الوحدة الوطنية أو الإنقاذ الوطني نحن نريدها حكومة مستقلة حكومة تحصل على التوافق وعلى دعم القوى السياسية بما فيها دعم إخوتنا في حركة النهضة ولكن في نفس الوقت تكون مستقلة حتى توفر أجواء محايدة وحتى تقوم بحل هذه الميليشيات التي ترهب القوى السياسية مستقلة يعني تكنوكرات؟ نعم كفاءات تكنوكرات مدعومة من قبل القوى السياسية أما أنتو يقع توسيع الترويكا فقد حاولت من قبل حركة النهضة أن توسيع الترويكا ولكن وجدت نفسها معزولة لأن هناك أزمة ثقة كبيرة سيد الحبيب فيه اتجاه لأن تكون الحكومة تضم كفاءات وتكنوكرات غير متحذبين كما يتفضل سيد خالد أختي الكريمة اليوم فيها حكومة الحكومة هذه فيها وزارات تكنوكرات وفيها وزارات مستقلين لا ينتمون إلى أحزاب أنا الفرق ما بيني وبينسي خالد أني أنا ضد أنها الويصاية على الشعب عقلية الويصاية نحن في حركة النهضة نرفضها يقترح لجنة خبراء هي اللي بيش تعد الدستور كنا نجمو نختاره هذه من البداية وكنا نجمو للخبراء يعد الدستور في بضعة أشهر من الأول أحنا كنا الشعب هو اللي بيش يشارك في إعداد الدستور عبر نواب المنتخبين النقطة الثانية أن حكومة تكنوكرات بالله عن أي حكومة تكنوكرات يتحدثون حكومة السيد الباجي قيد السبسي والكفاءات اللي جتنا من برها نعرفوها اليوم في المتواجدة لذلك من سيختار هذه حكومة تكنوكرات نحن ثم انتخابات صارت ثم الشعب قال كلمته نتوحده كافة لإعداد انتخابات حرة نزيها تشرف عليها القوى المدنية كافة إذا كانت حقينا قوى دولية ما رحباته ترقب الانتخابات هذه نظمنوا انتخابات حرة نزيها واللي يختاروا الشعب هذا هو اللي يتكفل بالدولة مدة خمس سنوات لكن العقلية هذه إذا كانوا نقوله كل واحد يشك في الحكومة الفترة تقاد ما كيفاش ما نعمله منين ينتخب الشعب مرة أخرى على مدة خمس سنوات عامين يقولوا نخيروا الحكومة هذه ولا نغيروا الرئيس هذه هي منطق الفوضى هذه هذوة اللي احنا في حركة النهضة نرفضوه نحن نريد أن نؤسس لمسار ديمقراطي تداول سلمي على السلطة والشعب نحتكم للصندوق ونحتكم للشعب في كل ذلك اليوم هناك خوف في الواقع لدى الشارع التونسي والمواطن التونسي العادي من تكرار الاغتيالات والبعض كان سودويا بنظرته لما يجري في تونس أن مسلسل الاغتيالات ربما يكون قد بدأ شبه بما جرى بلبنان بفترة من الفترات وتم الحديث عن قائمة أو عدد من الأسماء ربما تكون مستهدفة في المستقبل هل تحركتم تجاه هذا الموضوع بالسلطة بحركة النهضة بشكل خاص سيد الحبيب؟ نحن من هذا المنبر ندعو وزارة الداخلية أنها تكثف جهودها لتحسين الوضع الأمن ومراقبة الشخصيات الوطنية يعني إذا كان ثم قائمة كما نقول أنا في بلقيش بالقائمة هذه إذا كان موجود القائمة هذه أنا أدعو وزارة الداخلية أنها تحاول توفر حماية نعرف أن بعض المسؤولين السياسيين والاجتماعيين الموجود في البلاد ثم أشكو نرفض أنه الحماية هذه لكن أنا أدعو وزارة الداخلية أنه تتوفر الوسائل كافة لمراقبة أو تحسين الوضع الأمني للشخصيات الوطنية ونقول هذا هو الخطر لهدد بلادنا اليوم هل اغتيال السياسي هذا يختر على البلاد كافة مش على فصيل سياسي معين اليوم لازمها تتكاثف كافة الجهود السياسية والمدنية لإيجاد حل لهذا الوضع ونتصور أنه بتكاتف الجهود نجمو نلقو الحلول الجذرية لهذا المشكل لما عرفتوش بلادنا صحيح عرفت بعض الاغتيالات صحيح حتى في التسعينات ترى وصار اغتيالات في تونس صحيح وقع اغتيال المرحوم حشاد المرحوم بن يوسف لكن الوضع حذائل ووضع حرج ووضع مختلف لازم نوفر الحماية لكافة القوى والمسؤولين السياسيين حتى نصل بالبلاد إلى بر الأمان حتى نصل إلى مؤسسات بناء مؤسسات دائمة وتداول سلمي على السلطة نعم سيد خالد أحد قيادات حركة لداء تونس هو لزم العكرمي كشف أن المجموعات المتطرفة لديها تخطط الاغتيال أكثر من ستين شخصية معارضة للنظام القائم من أين لدي كل هذه المعلومات أنا في اعتقادي أن سيلازهر العكرمي طبعا هو وزير سابق وكان وزيرا في وزارة الداخلية فضلا عن ذلك هو ناشط سياسي وإعلامي معروف ولديه مصادره الخاصة كما لدى الآخرين يعني قائمة الاغتيالات هذه ليست قائمة مجهولة إنما أصبحت قائمة متداولة ومعروفة ويجب أن نذكر بأن الذين سقطوا إلى حد الآن نتيجة الاغتيال السياسي هم من رموز المعارضة الوطنية والديمقراطية وليسوا من الحجم الحاكم وهذا بحد ذاته يطرق سؤال عريض أنه لماذا خصوم النهضة هم المستهدفون وكأن هناك من يريد بالفعل توظيف هذه الاغتيالات لصالحه ضد النهضة لا أنا أعتقد أنه أيضا هناك جانب آخر لهذه المسألة ويتمثل في أنه الذي أغتال شكري بالعيد والذي اغتال شهيد محمد الصديق محمد البراهمي رحمهما الله وكما صرحت بذلك أو ما صرح بذلك مسؤولون في حركة النهضة نفسها هم جماعات سلفية دينية متشددة وأعتقد أن هذا المشروع الديني المتشدد الذي قلنا أنه يحظى برعاية أو على الأقل بصمت وبسكوت الحزب الحاكم يستهدف من يخونون ويفسقون ويكفرون بحجة أنهم علمانيون وبحجة أنهم ديمقراطيون وبحجة أنهم يعني معارضين للمشروع الإسلامي ولمشروع الدولة الإسلامية على المقاص السلفي الوهابي نحن نعتقد أن تونس هي دولة مسلمة وأن الدولة الإسلامية هي الدولة الديمقراطية التي يعبر من خلالها المواطنون عن إرادتهم الحرة أريد أن أعود فقط لنقطة أشار إليها صديقنا سيلحبيب هو أنه يعني إذا طلبنا هذه المرة بحكومة محايدة للإشراف على الانتخابات فماذا سنفعل في المستقبل باعتبار أنه في الديمقراطيات الحزب الحاكم يشرف أيضا على الانتخابات وقد يربحها وقد يخسرها يجب أن لا ننسى أنه نحن الفترة هذه هي فترة تأسيسية وهي فترة انتقالية وهي ليست فترة عادية تونس رغم تقدمها لكنها ليست النرويج أو السويد أو هولندا أو فنلندا نحن انتقلنا من نظام حكم شمولي إلى نظام نريده أن يكون نظاما ديمقراطيا هذه المرحلة الانتقالية هي ذات حساسية ذات طبيعة خاصة ولهذا طالبنا بأن تكون الحكومة مثل ما كانت حكومة سيلباجي الآن هم ينتقدون سيلباجي الذي أوصل حركة النهضة إلى الحكم سيلباجي في حينها كان شخصية وطنية مستقلة وطالب من أعضاء حكومته أن لا يشاركوا في الانتخابات إذن هذه العملية الناجحة نريد أن نكررها اليوم نحن نطالب بحكومة محايدة وإلا فإذا أصر الإخوة في حركة النهضة على سماع صوتهم فقط وعلى السير في اتجاه تفهم منها الديمقراطية وكأنها ديكتاتورية الأغلبية فسيجدون أنفسهم يسيرون من أزمة إلى أزمة أكثر استفحالا مثل ما هي سيرتهم منذ اعتلائهم للحكم إلى اليوم سيد الحبيب صحيفة واشنطن بوست ربما أختم بهذا السؤال تقول أن تونس تواجه صراعا سياسيا حول الإسلام وأن التونسيين انتقلوا إلى الفصل التالي وهو الصراع السياسي بين الأصولية الإسلامية والإسلام الوسطي المتسامح هل حركة النهضة بشكل خاص تخشى اليوم من جماعات بعينها يعني لنقل من السلفيين أو من أنصار الشريعة أو من جماعات متشددة ربما رأت في المناخ بيئة خاضنة لها وتنفذ ما تريد تنفيذ سواء من أجندات أو عمليات ربما بالمستقبل خليني نجاوب على سؤال أول لدينا دقيقة ونصف سمحني أن السي خالد أن يقول للمرحومين شكري بالعيد ومحمد البرهمي كنا أنوايا مقرري لجنة الفرز اختلفنا معه واختلافنا اختلاف الشجعان اختلاف سياسي فقط ولا يخفى على حد أن المرحومين شكري بالعيد ومحمد البرهمي كان كذلك مختلفين معاندة تونس وكان من أعضاء الجبهة الشعبية الذين رفضوا الانضمام للاتحاد من أجل تونس هذا فقط للنقاش للسياسيين نجم نختلف وراف الأحزاب لكن هذا ما هوش يعني يجرم الفريق المقابل أنه إذا كان اختلفنا سياسيا أقل أقل من دقيقة نحن نقول نحن في حركة النهضة لا نقاوم الفكرة إلا بالفكرة ولن نتبع اسلوب بن علي في مقاومة خصومه السياسيين كل من يتعد على القانون يتحمل مسؤوليته ثم قانون في البلاد كافة القوى السياسية يجب أن تحترم القانون لذلك إذا كانت جماعات متشددة من الطرفين في أي كانوة ولكن ثم تعد على القانون هذه الاغتيالة السياسية يجب أن يضع لها حد يجب أن نتحمل مسؤوليتنا جميعا لإيصال البلاد إلى بر الأمان هذه ليس مسؤولية أمنية فقط مسؤولية سياسية كذلك ومسؤولية المجتمع المدني حتى يقول الشعب كلمته مرة أخرى شكرا جزيلا لك سيد الحبيب بريبج عضو المجلس التأسيسي عن حركة النهضة وأيضا أشكر سيد خالد شوكات عضو المكتب السياسي لحركة نداء تونس حد ثمانة من تونس الشكر لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة من حوار الساعة إلى حوارات أخرى استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة